في صباح يوم 16 من شهر يناير من العام 1952 دوت في سماء القاهرة مئة طلقة وتلقة مدفعية مصر كلها هللت فرحا في تلك اللحظة باستثناء ولي العهد الأمير محمد علي باشا توفيق الذي كان قد بلغ الخميسة والسبعين من العمر والذي بكى بعد ما ودع عرش مصر والسودان نهائيا لقد أدرك أن الملك فاروق أنجب أخيرا ولدا ذكرا وريث العرش لحظة وصوله إلى هذا العالم وريث غال للعرش أدرك حتما مدى لحفة وليده عليه فأقبل قبل شهر بالتمام والكمال من موعد الولادة الطبيعية وبعد سنة إلا شهر واحد خسر عرشه عند إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية بعدما كان قد نصب ملكا في عمر ستة أشهر حينما تنازل له الملك عن العرش تحت ضغط قضة الثورة خسر عرشا وخسر وطنا عندما غادر مصر طفلا رضيعا مع والده المخلوع وأخواته الأميرات باتجاه المنفى الإيطالي على متن يختي المحروسة ووحدها عند الله تحرسهم بعدما تخلى القدر السعيد عنهم مساء الخير لقاؤنا الليلة هو قصة لقائي لأحمد فؤاد الثاني أصغر ملك وأكبر مأساة في حياة أخته الأميرة فريال التي ونظرا لنجاح مقابلة التلفزيونية معها انهلت علي الرسائل المطالبة بلقاء الملك أحمد فؤاد الذي كان قد اعتكف الحياة الاجتماعية وقيد العلاج من انهيار عصبي ألم به نتيجة زواج مأسوي من دومينيك فرانس بيكار الفرنسية اليهودية التي اعتنقت الإسلام قبل الزواج في أواخر السبعينات واتخذت لها لقب الملكة فضيلة ملكة نصر زواج انتهى بالطلاق في العام 2007 بعدما أورثه معاناة كبرى وثلاثة أمراء هم محمد علي فوزية لطيفة وفخر الدين وقبل الانتقال إلى اللقاء الذي عاد وتم بعدما تأكدوا من تحسن صحته في فندق الكمبينسكي المطل على بحيرة الليمان في جونيف وقبل الانتقال إلى الأسرار والتفاصيل والمحطات من المنفى كان قد رواها الملك أحمد فؤاد بلسانه لأول مرة في الإعلام معي نتوقف مع هذا الفاصل تماماً مثل أخته الأميرة فريال شكل رقم 13 رمزاً مشؤوماً في حياة الملك أحمد فؤاد الثاني ففي هذا العمر فقد وليده الملك فاروق ووراء نعشه الذي تحرك بحزن في شوارع روما مشى الأمير الصغير جداً على تحمل المسؤوليات الكبيرة والغياب الأكبر مشى منكس العينين من فرط الألم وثقل العبء الذي ألقي فجأة على عاتقه لحظة سمعة بخبر وفاة والده كان طفلاً فأصبح في لحظاتها رجلاً م tang أشتراك سم الع щобقر الشيخ نوت وبدو أنت على قدم صغير شبك و أفراد يأت柔 صوياً واحد ثلاثة بعد الآن من pillow كاف إذه السؤالưới الذين تزعي شبك صغيرا سار وراء نعش والده ولكن الإحساس ببرد اليتم أدفأته إحاطة العائلة كل العائلة التي سارت معه حتى جدته الملكة نازلي التي قطعت علاقتها بابنها فاروق منذ العام 1947 واستقرت في لوس أنجلوس كانت موجودة في ذلك اليوم الحزين قرب حفيدها الذي لم تره يوما في حياتها جدته معي وأنا أمي جميعا سورا 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 ويسا سورا 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 دفعية ويسا سورا في ذلك مرة أخرى من أجلس أنها لم يكن على مثل تحسسر هذه الحزين مريمت ذلك للمشاهدة من الأشخاص من الأشخاص من المشاهدة وأتبعهم من المشاهدة من حدثة عنها لكنها منكثرة من أحداها كانت مهما تشعرق إلى الأرقاء وها ليس لم يكن من المشاهدة ولكن لديك المشاهدة وقتاً يقول وقتاً يقول وقتاً عند وفاة وليده كان طفلاً ولم يفهم ماذا حصل اليوم وبعد مرور عقود بين الزمن الملك أحمد فؤاد يعرف القاتل ولكنه حتى الآن لم يفهم لماذا من المترجمات يروحون مديرها المساعدة في الماتجيس في معقومة المترجمات ولكنه أكثر مبالي لا أكثر من المترجمات الذي يتجعونه ألم فهر لا يمكن أن نعمل من المترجمات التالية لا يُرسر لترجمات المترجمات أم لا يمكن أن تُعرفة لماذا لدينا هذا الشيء وماذا هي المصدر الولاياتية ومن ثلاثة نعم نعم لا أريد من من الأحيان ومن ثلاثة وثلاثة وثلاثة ومع المساعدة ومع أحيان مانتقل بعد سنة من الزائنة ومع أصدره وليس دائم ومع أحيان وعندما فقد الملك عرشه كان أحمد فؤاد طفلاً وهو لا يذكر القصور والسريات والسلطة والجاه كل ما يذكره واريد طيب كبير جداً كالأبطال الخارقين أي كما هم عادة العباء في عيون صغارهم كما أصبح أو أصبار أصبح الأصبار فكما لقد أسلم شأنهاً من أساستي مما في طفلاً لها كبير جداً كما أنا أصبح الأساسي كذلك يجب أن أصبح الأضوار كما أن أصبح الأحدى كما первاً كما أريد أن أصبح الأصبع فيما أن أصبح الأصبع كما أصبح الأصبع موسيقى موسيقى في كريات أحمد فؤاد الفتى الصغير موسيقى 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 مجرد طفل ولكن بعدما كبر ظل وريده ذلك البطل في عينيه لقد أدرك أن ما فعله الملك كان يتطلب شجاعة كبيرة وهو تخلى عن عرشه لمصلحة شعبه وناسه وحقنا للدماء المصرية أعتقد أن أعجب أن أعجب أن أعجب أن أعجب أن ينقضي بطل في السمع من أعجب أن يحب أن يتطلب من السمع ولم ينقضي أعجب أن يفعلن أن يذهب دائما كبيرة فعله لم يكن أعجب أن ينقضي أن يكون ثماناً لأنه لم يكن لديه إيجيبت في المنارحي أحب أن أتحدث عن قوة الإطلاق وليس لتحدث عن قوة الإطلاق لأن الناس لم يكن تساعد في المنارحة لتحدث عنه حتى بعد مكبورة يظل الوالده فيه لأنه قد أدرك أن ملك فاروق عمل لخير مصر والعالم العربي في السماء الملك فاروق فقد عرشا وظل شاميخا وحده فقدان وابن كان يمكن أن يزلزله لذا حريص على حماية أسرته برموش العين من أي خطر حتى لو كان الخطر حب أم لابنها يبدو فرصة من وضعنا وهي فرصة على مراتي توضع ما بعدها قصوة ولكن ما ذلك ملك صغير خسير وطنه، علمه، عرشه، مجده وفقض أمه وهي على قيد الحياة أول عامة تتعرفينك؟ أمه كل شرورات في رئيسة، فهي عشقه في منا، عشقه عندما أصدق دسلعة وزراجه، في مناقصة فكرة كان لديه أم الانجب وجنبها بعيدة وأنها أتركيهبد هل يمكننا أن نفعل ذلك كل هذه العامة التي لم تكن معي؟ لا، لا يمكننا أن نفعل ذلك ولكنني أحاول أن نفعل ذلك كيف كان ذلك لأنها أيضاً محاولة من المشكلة ومحاولة من المشكلة التي لم تكن مفيداً هو سامح أمه والقدر وكل من أساء عن عدم دراية لتاريخ وليده أنتم أيضاً سامحونا لقطعنا شريط ذكرية لقائنا بالملك أحمد فؤاد الذي نعود إليه وإليكم بعد هذا الفاصل فنية سامحي license في الآ射بي وح programs ولكنني أُحاول صدر كبيرة صغر ليس خيط ولكنني أمشاو وأش因為 أن جلعني مع سورو ن pim أس хороший لكجلس الإيجراء سيريوز ويجب أن يقول أن هناك الكثير من الأشياء تفعل في حياته الحياة لا تزال مليئة بالمفاجآت في عينيه رغم أنه عرف طفولة مؤلمة وشبفة وحيدة وبعيدة عن جذوره وآله وعاش تجارب قاسية هزته وسقلته أحمد فؤاد هذا الملك المسالم والخجول هو أيضا رجول يتحلى بالإيمان الذي من خلاله وحده وجد أخيرا السلام الداخلي من هو الملك أحمد فؤاد هو ليس مجرد طفل وريف من وليده العرش بل وإيضا رجول وريف من الحياة التي غدرت به التواضح العلوم السياسية والاقتصاد من جامعة جنبه وإيضا مجرد طفل وطنه وآله ونسيه من هو أحمد فؤاد ملك يفرح لانتصارات بلده الذي هزم عرشه ويفخر بإنجازات وطنه العسكرية رغم أن ضباطه الأحرار هم من أنجزوا على مستقبل عائلته ملكون يهبوا المساعدات للمجهود الحربي بعدما كان المجهود الحربي قد صلبه كلما يملوك ملكون يهبوا المساعدة للمساعدة للمساعدة وتقالي وللطنهار سبحانه على فهود الحربية عملته الهاتف ي aerفعه اللحظ المساعدة للمساعدة وأنت تأبع قد بشرطنه ومثال تعالية ولم في حالساق وأنت تأنا مجهود في السنة بنى على الهاتف ولم في حالة ولمرة يوضح مرحق الأقل للمساعدة من هو أحمد فؤاد ملك عادل حتى في نظرته للملكة فريدة زوجة والده الأولى وفي حكمه الموضوعي والمنزع عن أي تغاية عليها وعلى أمه C'était une personne de grande qualité et j'avais beaucoup de plaisir à voir son point de vue sur plusieurs choses concernant l'Egypte et le passé bien sûr maintenant on peut aimer une personne et ne pas perdre de vue que certains événements que j'ai connus avec mon père n'étaient pas très heureux non plus enfin elles étaient reines d'Egypte et elles auraient dû se conduire un peu comme reines et penser à leurs enfants aussi à leur responsabilité en tant que mère les deux les deux sont fautifs sur ce plan là je pense mais Farida a vécu beaucoup plus longtemps avec mon père que ma mère ma mère la pauvre elle s'est mariée un an après il y a eu la révolution elle a connu l'exil et puis elle était tellement jeune pour la reine Farida pour qui j'ai beaucoup de respect les choses sont plus les choses sont plus compliquées pour moi à accepter parce que je crois qu'elle était très aimée par le peuple égyptien et c'est très malheureux ce qui est arrivé J'ai un peu surpris que la reconnaissance enfin l'intérêt qu'on a pour la vie de mon père soit arrivé maintenant un peu tardivement mais enfin mieux vaut tard que jamais comme on dit alors c'est certain que j'ai été surpris par la grande la grande audience que ça a eu dans le monde arabe en égypte je trouve ça un peu normal que maintenant les gens s'intéressent à leur histoire et et veuillent voir comment était la vraie se rapproche de la connaissance de la monarchie la monarchie oui et du règne du Rafaouk et du règne du Rafaouk j'ai vu presque en totalité maintenant un ou deux épisodes je n'ai pas pu les voir mais j'ai vu le début j'ai vu la fin vous avez approuvé tous les faits historiques qui ont été cités j'ai trouvé qu'il était très bien fait j'ai bien aimé l'acteur qui a joué le rôle de mon père ce n'est pas très facile et disons en gros j'ai trouvé que c'était un très bon feuilleton je n'ai plus de rancune surtout maintenant que je vois que les gens commencent à reconnaître le rôle de notre famille qu'ils commencent à avoir la à reconnaître la personnalité que mon père était un homme généreux qu'il a essayé de faire des choses pour son pays qu'il a réussi certaines choses et que le jugement d'histoire maintenant devient plus équilibré je n'ai plus de rancune j'en ai eu pendant longtemps je me suis dit comment se fait-il dans tous les pays on révise l'histoire on revoit les périodes historiques au bout de 20 ans on commence à avoir un jugement plus équilibré en Égypte ça a pris beaucoup de temps ça fait 50 ans qu'il y a eu la révolution et c'est seulement maintenant qu'il commence à y avoir des émissions à la télévision égyptienne où on parle en bons termes de la famille maintenant ce sont des gens sérieux qui commencent à parler de cette histoire alors ça ça me fait plaisir alors je n'ai plus de rancune Dieu merci oui oui je pense qu'il faut il faut toujours regarder la vie dans un ordre positif et remercier Dieu de ses bienfaits oui je suis optimiste je veux faire des voyages je veux retourner dans mon pays rencontrer des gens je voudrais dire particulièrement aux égyptiens que je suis très extrêmement sensible à la situation de mon pays et particulièrement la situation du peuple égyptien et j'espère de tout coeur que beaucoup de problèmes puissent être résolus dans la pauvreté l'analphabétisme la pollution Égypte est un pays merveilleux mais sans le travail de sa population et puis ils ont un grand effort du point de vue des autorités il faut que cette situation s'améliore j'aimerais bien voir à la fin du siècle Inchallah l'Égypte soit parmi les grandes puissances du monde et l'Egypte est l'Egypte l'Egypte la mort l'Egypte les changes avec les alliance pour vous maintenant dans la ricette de la réduction de la réduction pour vous de la réduction ومع الأمل بمستقبل أفضل لكافة شعوبنا العربية حيث المساواة والحرية والعدل نودعكم الليلة على أمل اللقاء بحلقة جديدة من قصة اللقاء اشتركوا في القناة